اهلا بكم من الثوابت المعيشية في البلاد دخول مالية متواضعة لغالبية الأسر وارتفاع في معدلات الفقر يقابلها ارتفاع في كلف المعيشة ناجمة عن طبيعة علاقاتنا الاجتماعية كلف يراها البعض واجبة ويراها البعض الآخر اللا داعي لها طالما تشكل عبءا ماليا على الفرد والأسرة راقبوا أفراحنا وأتراحنا راقبوا عاداتنا وتقاليدنا في شهر رمضان المبارك مثلا والتي تعصف بالكثير من نفقات العائلات على الولائم والمناسبات والزيارات فما هي طبيعة الحقوق والواجبات في العلاقات الاجتماعية وأين حد الواجب وحد الكلف وحد التكلف أيضا وهل الاقتصاد في الكلف يؤثر بالضرورة على علاقاتنا الاجتماعية أسئلة وغيرها أطرحها على أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين أهلا بك دكتور حسين كما أطرحها على أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة في جامعة مؤتة الدكتور مروان الراحن أهلا بك دكتور مروان كما أطرحها عليكم أنتم ضيوف برنامج جلسة علنية أهلا وسهلا بكم واسمحوا لي أن أبدأ مع الدكتور مروان دكتور مروان لو قلنا الحد الفاصل بين الحقوق والواجبات والكلف في العلاقات الاجتماعية أين الحد الفاصل ما هو الحد الفاصل الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتواصل والتكافل والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصل أرحامنا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليتق الله وليصل رحمه نعم موصول صلة الرحمة هي علاقات اجتماعية يتواصل بها أفراد المجتمع يصلون بعضهم بعضا فتنزر بينهم المودة والرحمة والتآلف والتعاضض والتناصر وهذا أمر مطلوب شرعا ومطلوب عقلا أن يتواصل الناس مع أحبائهم ولكن ما المقصود بالتواصل التواصل أن تصل بنفسك أن تطمئن بنفسك أما قضية الكلف الاجتماعية فهذه نحن فرضناها على أنفسنا بسبب العادات والتقاليد نعم الرسول عليه السلام يقول تهادوا تحابوا فالهدية مفصولة عن الصلة فالصلة أن تصل بنفسك وتطمئن على قريبك على أختك على أخيك على أمك على أبيك على عمك على عمتك على خالك على خالتك لأن صلة الرحم ليست موقوفة على الإناث بل تشمل الذكورة والإناث فالواجب المطلوب منه أن تذهب وتطمئن بنفسك وتشاركه في أفراحه وأتراحه بعيدا عن الكلف المادية الكلف المادية هذه زيادة على الصلة إن كان الإنسان قادر على أن يهدي فبهوى نعمة وإن كان ليس قادرا على أن يهدي هدية لقريبه فليس عليه ذلك وهو غير مطالب به وحتى الهدية الحد الذي يطلب فيها أن تهدي حتى تحب حسب قدرتك لينفق ذو ساعة من ساعته حتى النفق الواجبة التي وجبت للزوجة واجبة الهدايا بين الأرحام هي مندوبة وليست واجبة نفقت الزوجة واجبة في نفقة الزوجة الواجبة قال فلينفق ذو ساعة من ساعته فما بالنا في الأمر المندوب جميل دكتور ومع ذلك حضرتك قلت بأن التواصل أن يكون بنفسك ومع ذلك في عادات اجتماعية في واقع اجتماعي بيفرض نفسه علينا في أفراح في أتراح في ولائم في مناسبات لكن في حقيقة الأمر مثل هذه المناسبات أو العادات بتشكل هاجس مالي ثقير ربما على فئات واسعة من المجتمع وتحديدا الطبقة الفقيرة الطريقة الأسلم للتعامل مع مثل هذه العادات يعني الإسلام هذب لنا سلوكياتنا بالتوسط في الإنفاق يعني عندما تزوج صحابيا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أولم ولو بشاه يعني ما أولم حسب قدرتك لما عاك شاه أولم بشاه قادر على شاتين اعمل شاتين مش قادر لا تعمل هذا الأصل حتى في المناسبات نعم الآن إحنا بدنا نعمل عرص الآن العرص أنا بدي أكلفني غداء أو إذا كان صلاة الآن يعمل لذبحه القاتو على كل كله كلفة طيب أنا قدرتي مثلا أن أعمل غداء لمائة واحد أحزم مائة واحد دون أن أرهق نفسي وأحزم ألف وأستدين من أجل أن أرضي الناس والمجتمع واللي بأخذ قرض من البنك على شأن مناسبات زي هيك وللأسف يعني ممكن المحزن مش في الفرح أنه يأخذ قرض المحزن أنه يأخذ قرض في الترح في الموت يموت له قرابة فيذهب ويستقرض من أجل أن يعمل غداء للناس وهذا لا يجوز لا يجوز أولا الأصل في بيت العزاء أن يصنع الطعام لأهل الميت وليس أهل الميت هم من يصنعون الطعام هاي واحد اثنين الأصل أن في العزاء نحن نواسي هذا المصاب بمصيبته وأن يخلفه خيرا مما فقد وأن يلهمه الله صبر وسلوان والأجر لا أن نثقل عليه بطعام وشراب وهذه العادة التي ظهرت في مجتمعنا عادة أرهقت أفراد المجتمع رغم قلة دخولهم يا أخي أنت دخلك ثلاثمائة دينار يا دوب مكفي حالك وتستدين خبزك من الفرن استدانا من الذي فرض علينا أن أعمل غداء لخمسمائة أو ستمائة شخص لا أحد ليس هذا وهذا مما أرهقنا نحن أنفسنا فيه لم يطالبنا به الشرع شرعا نحن مش مطالبين أن نعمل غداء للناس وعقلا أيضا العقل يقول أن هذا أن أواسيه مش أنه هو يجي يعمل لي معزب وضيافة فكم رأينا الناس يبكون وهم يطبخون من أجل أن يرضوا الناس عادات اجتماعية مرهقة نعم هذا لا يليق بنا كعقلاء ولا يليق بنا كناس يرحم بعضنا بعضا مثل هذه السلوكية أشكرك دكتور مروان اسمح لي أروح للدكتور حسين دكتور حسين يعني من وجهة نظر علم الاجتماع من ناحية اجتماعية الحقوق والواجبات والكلف في العلاقات الاجتماعية يعني وين حد الواجب وين حد الكلف فيها شكرا بادي عندي بدء والحديث عن الحقوق والواجبات هو سلطة تقديرية وعقلية أولا من يحدد هذه الكلف هو الوعي الفردي والإرادة الفردية ولماذا تداخلت لدينا مثل هذه السلوكات لأن الأفراد أصبحوا أكثر عجزا في مواجهة الكتل البشري التي تؤثر عليه لا بل أخطر أننا في مجتمع متعلم يشهد له في كثير من النواحي ولكن السلوك الكتلي أي الجماعات والجماعة تمارس قمعا قويا على الأفراد والأفراد بطبعهم لا يميلون ولا يستطيعون أن يواجهوا هذه الكتل والتأثيرات والعادات الاجتماعية التي مثلت أشكالا مختلفة من الاستهلاك المظهري أقول استهلاك مظهري لأن الفئة المستهدفة في مثل هذه الولائم ومثل هذه المناسبات هم من الأثرياء غالبا وليس المستهدفين من الفقراء إذن انتقلنا من القيم الديني التي نعتز بها جميعا إلى القيم الدنيوية أو الوضعية التي ترضي الآخرين ولو على حساب حياتي وإمكاناتي ورزق أولادي وحقوقهم وواجبهم علي في أن أدير موارد الأسرة بالتعاون معهم بشكل متوازن نحن للأسف أسرى لرأي الآخر في لبسنا في طعامنا في التعبير عن آرائنا حتى ولو كان هذا التعبير غير علمي ولا يستقيم مع قيم المعرفة وحقوق الأبناء والزوجة علينا فيما نجلبه من مال ومكانة وعمل مرة أخرى لماذا نتعامل مع مثل هذه الصلة للرحم بصورة موسمية لماذا نعتقد أن شهر رمضان للأسف وهذا فهم خاطئ هو مقرون بالطعام والولائم عندما نقرأ السير النبوي الشريف والإسلام العظيم نجد أن الفتوحات الإسلامية تمت في رمضان وأن القادة كانوا قادرون بعفتهم وغصاصتهم وإيثارهم للآخرين على خلق نموذج مميز علي أن أقول للأسف أن الكثافة الدينية في مجتمعنا أخذت في التراجع وأن القيم المظهرية التي تتنافى مع العلم مع إعمال العقل مع قياس الموارد بتوازن قد تراجعت وهذا ما ينبهي أن نعجل تفسير نفسي إنجاز التعبير لماذا نبالغ في مثل هذه الكلا جيد من منظور نفسي واجتماعي معا الإنسان بطبعه يميل إلى نيل ثقة وعضوية الجماعة أو الجموع أي الكتل البشرية ولذلك نجد أن كثير من الأفراد يعملون على إرضاء الآخرين ليس لقناعة وإنما لعجزهم أن يقولوا أننا مستقلين وقادرون على اتخاذ القرار المناسب وفقا لوعي لعلمي ولإمكاناتي المادية من هنا يصبح الطغيان للسلوك الجمعي اللي هو الأكثر انتشارا وأكثر سيادة على حساب الوعي والمعرفة هذه واحدة اثنين لنكون صرحا ونقول ثمت حكم صينية مفادها الرغبة في الشفاء جزء من الشفاء نفسه فهل نحن جادون في تعديل سلوكاتنا بما ينسج مع القيم الدينية النبيلة بما ينسج مع علاقاتنا الاجتماعية ولكن بتوازن لا يعقل بأي شكل من الأشكال أن أستدين كي أرضي الآخرين وعلى الآخرين أيضا أن يقدروا أن إمكاناتي لا تسمح لذلك ماذا لو استبدلنا ونحن في ظل أزمة الكورونا كثير من هذه الطقوس الاجتماعية المضرية التي ليس لها علاقة في الدين لم نكن قادرين على إعمالها وعبرنا ولكن من المؤسف أن المجتمع الأردني وقراراتنا الاجتماعية رجعت بصورة أكثر اندفاعا أكثر شدة وأكثر ابتعادا عن القيم الدينية والتكافلية السليمي شكرا دكتور دكتور مروان تحدث الدكتور حسين وحكى بأنه يجب إعمال العقل الجمعي والعقل الفردي حكى عن مظاهر العجز ربما والمحكاة إنجاز التعبير من وجهة نظر شرعية التكلف من يكلف نفسه فوق طاقته هذا شرعا شو هو؟ أولا لا يجوز لإنسان أن يكلف نفسه فوق طاقته لأن الله تعالى الذي خلقه لم يكلفه فوق نفسه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالله الخالق العليم العليم بقدرة الإنسان وبما يصلحه في الدنيا وفي الآخرة لم يكلفه فوق طاقته الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى يعني إنسان إذا بدي يتصدق يتصدق متى؟ لما يكون غني ما معك؟ لا تنفق قال درهم تنفقه على نفسك ودرهم تنفقه على زوجك ودرهم تنفقه على أولادك ودرهم تنفقه على فقير قال خيرها الذي تنفقه على نفسك وهذا يعطينا أنك لا تكلف نفسك فوق طاقتها من أجل أن ترضي فلان وترضي فلان وصيط غنى ولا صيط فقرع كما يقولون لا يا أخي أنت كن عزيز لا تمد يدك تعيش وهنيئا سعيدا في الدنيا والآخرة ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن حقوقه يوم القيامة ولكن لا يتجاوز عن حقوق العباد فإذا استدنت من أجل أن تباهي فلان ومت وأنت لا تستطيع أن تقضي هذا الدين ستطالب به يوم القيامة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس ليقضيها قضى الله عنه ومن أخذها ليتلفها أتلفه الله فإذا أنت كنت لا تستطيع وتعرف من قدراتك المالية من دخلك أنك لا تستطيع أن تقضي هذا المبلغ وهذا الدين ولستستدين فوقه فلماذا تستدين فأنت تأخذ أموال الناس لتهلكها فيهلوكك الله سبحانه وتعالى فلذلك لا أكلف نفسي فوق طاقتها وهذا الذي يكلف نفسه فوق طاقته من أجل أن يرضي الناس لا من أجل الله فهذا نفاق اجتماعي يأثم عليه أشكرك دكتور في حد حاب تفضل محب نسمع منك بداية تفضل ماشي سيدي السلام عليكم ورحمة الله السلام دكتور سطام شكور عميد العلوم الاجتماعية أهلا دكتور أهلا دقيقة أنا أميز بين نوعين من الكلف كلف مرتبطة بجانب أخلاقي قيمة أخلاقية جيدة وكلف مرتبطة بجوانب غير أخلاقية قيمة اجتماعية سيئة أبدأ من حيث انتهى الزملاء في الحديث أحيانا الشخص يجد أن لزاما عليه أن يقدم شيء سواء كان لأرحامه أو للمجتمع أو لجيرانه أو للفقراء وهذه قيمة أخلاقية جيدة إذا كان مقتدر لكن إذا كان يبحث عن الشهرة يبحث عن أداء الواجب لأشياء تتعلق بنظرة المجتمع فهذه قيمة أخلاقية غير جيدة يعني أنه أنت لست معنيا بالفقير لتطعمه لأنه فقير فقط ليقال أنه أطعم الفقير ولست معنيا بأختك أو أخيك الفقير لتعطيه وتطعمه للحاجته بل ليقال أنه رجل يصل رحمه ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يخفى في سرك فلذلك الذي بينك وبين الله هو بينك وبين الله والذي بينك وبين المجتمع هو بينك وبين المجتمع لا تستفيد منه كما يعني نقيس عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ذهب أو من هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فالحد الفاصل أنا أعود لسؤالك الأول الذي طرحته على ضيوفك الكرام الحد الفاصل بين هذه القيم الاجتماعية اللي صارت جزء من منظومتنا الاجتماعية والكلف تعتمد على نظرة الشخص لما يقدمه هل يقدمه خالصا لوجه الله لسد حاجة الفقراء لسد حاجة أفراء خلينا نقول أرحامه أم يقدمه ليقال أن فلان عمل كذا وعمل كذا حقيقة اليوم نحن بالمجتمع الأردني نعاني بشكل كبير جدا من الكلفة التي تترتب على العلاقات الاجتماعية وأضيف على ما تحدث فيه الزملاء أنه ليس فقط أنه أنت كشخص عندك عرس أو لا سمح الله عندك مصيبة تعمل الطعام أيضا الناس الذين يشاركون صاحب العرس أو يشاركون صاحب المصيبة أو يشاركون أي شخص آخر أيضا مطلوب منهم أن يقدموا شيء ليس مطلوب من هذا الشخص المجتمع يتطلع حتى فيما يسمى نقوط العريس تجد أنه عندما يدخل الشخص تجد كل الجالسين ينظرون ماذا سيقدم فهو يعني يتطلع إليهم قد يكون بذهنه أن يقدم ما يسره الله لكن يضطر أن يقدم زيادة على ما يسره الله له بأن يستدين أو يأخذ حتى يتكافى شر هذه النظرات التي تتطلع إليه ماذا سيقدم للأسف الشديد نحن هكذا نعاني في أسر معوزة وعندهم طلاب جامعات وعليهم رسوم لا يستطيعون أن يدفعوا رسوم أبنائهم ويأخذوا هذه الأشياء الأصيلة المطلوبة والواجبة عليهم ويروحوا فيها لمكان آخر حتى إرضاء المجتمع آخر فكرة بدي أحكيها المجتمع المجتمعات المتقدمة على الرغم أنه إحنا كمان عندنا حضارة ممتازة جدا يكتفوا الهدية يكتفوا بأي شيء وردة أشياء رمزية فقط تعبر عن محبة هذا الإنسان إليك عن قيمتك عند هذا الإنسان وما حدا يتطلع شو جاب وفلان جاب والمجتمع للأسف إذا حدا صار عنده مناسبة والله أنا قدمت إله أو أخواتنا الستات قدمت إلها طاقم صواني حقه خمسين دينار وجايب لي الطاقم بخمس دنانير إحنا لا ننظر للهدية لقيمتها المعنوية ننظر لقيمتها المادية وهذا حقيقة أرهق المجتمع وأنا أشكرك على هذه الحلقة وفي هذه الجلسة وأشكر الزملاء على ما قدمه دكتور تسمح لي السؤال هو كيف بدنا نقنع المجتمع في تعزيز الجوانب الأخلاقية في الكلف في العلاقات الاجتماعية دور الجامعة هنا ودور المسجد دور الكنيسة دور الإعلام هنا أنت في عندك موروث اجتماعي عشرات السنين هذا بحاجة إلى ثورة لا أقصد ثورة بالمعنى الحقيقي للثورة ثورة المجتمع على نفسه كل واحد فينا يثور على نفسه أنه أنا اليوم مطلوب مني أن أقدم شيء في غير مكانه لن أقدمه مهما تحملت من انتقادات مهما تحملت من ولذلك علينا مسؤولية كمان نحن كأفراد وعلينا مسؤولية كمجتمع حتى أن نتخلص من هذا الموروث ومن هذه العادات الغير إيجابية التي تضر بالمجتمع ليس مطلوب منك أن أن تحرم ابنك من مصروفه أو رسوم الجامعة وتروح تقدمها من أجل أن يقال فلان قدمه وكذا وكذا وللأسف بعض الناس يتطوع يعني بعض الناس قد يكون مجبر نتيجة ظروف اجتماعي معين بعض الناس يتطوع لعمل هذه الأشياء وحتى يتفاخر ويتباهى على حساب أولاده على حساب تعليمهم على حساب ملابسهم على حساب أكلهم للأسف الشديد وهذا موجود بشكل كبير بالمجتمع وبعض الأشخاص نحن من وقعنا نتكلم نحن مش جايين من المريخ نحن جايين من المجتمع الأردني والكارك جزء من المجتمع الأردني وما يحدث في الكارك تستطيع إسقاطه على المملكة الأردنية الهاشمية يعني تجد بعض الأشخاص يقوم بمأدبة كبيرة كل تكاليف هذه المأدبة من ألفها إلى يائها قرض أو دين أو إلى آخره لم يدفع قرش واحد من جيبته وتجدوا حتى تشوفوا أنه قديش إنسان هو يتفاخر يسأل بعض الأشخاص هل كانت الأمور ممتازة وهو لا يقصد أنه يريد أن يرى رضا الناس عن أداؤه في هذه المناسبة لا يريد أن يرى ما يحكوا عنه الناس قدم شيء ممتاز وعندما يعود إلى بيته يجد أن هذا الشيء كان على حساب زوجته على حساب أولاده على حساب أمه على حساب أسرته على حساب حياته شكرا يا دكتور شكرا العافو سيدي شكرا في حد يمكن هنا تفضل بالله بسم الله الرحمن الرحيم كمال عضائل مكتبة جامعة موتية أهلا لاحظنا إحنا خلال جائحة كورونا يعني تم القضاء على هذه العادات التي هي سواء بالأفراح أو بالأتراح وللأسف الشديد بعد انتهاء جائحة كورونا لاحظنا إنه رجعنا كما كنا بداية سواء بالمناسبات للأفراح أو بالأتراح فيحب ذا مثلا إنه هاي الفكرة إنها يعني يتم القضاء عليها بحيث إنه يكون مثلا الأفراح مختصة مثلا على العائلة فقط والعزاء يكون مثلا عبر التواصل الاجتماعي كما حصل خلال جائحة كورونا فهذا الإشي خفف على الناس من عباء كثيرة سواء بالأفراح أو بالأتراح يعني أهس الآن اللي ساكن بعمان يعني صعب جدا مثلا يجي عز على الكرك ربع ساعة ثلث ساعة ويرجع على عمان ليش ما يكون مثلا زي ما كانت خلال جائحة كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثلا تلفونك بكفي للعزاء مناسبات الأفراح برضو كمان تختصر على العائلة فقط وهذا الفكرة اللي حابين تكون فعالة سواء بالكرك كون المجتمع نحن مجتمع اجتماعي ومتواصل وهذا مجتمع الأردن بشكل عام يا حبذاء تختصر هذه الأمور شكرا للجميع شكرا شكرا دكتور حسين دكتور سطام تحدث عن موضوع مهم جدا وهي الموروث الاجتماعي والموروث الاجتماعي هو تحدث عن سنين هذا الموروث هل من السهولة بمكان أن نغيره أولا متى يستمر هذا الموروث أو يضعف عندما يفقد وظائف الاجتماعي يبدو أننا نشعر أن استمرار مثل هذا الموروث الخاطئ يشبع لدينا هواجس داخلية ومظاهر الاجتماعي وبالتالي لا يتوقع علميا أن يتلاشى أو تقل كثافة مثل هذه الموروثات إذا لم نكن مقتنعين أنها لم تعد صالحة للاستعمال وبالتالي شأنها شأن الملابس التي نبدلها عندما نشعر أن مقاسات الجسد قد تبدلت من المتوقع أن نبدل مقاسات ملابسنا العادل الاجتماعي تماما هي ذات بعد وظيفي وهذا البعد الوظيفي ليس فقط مرتبط في الاقتصاد غالبا ما تكون بالضد من القيم الاقتصادية الصحيحة وبالضد من علم الاقتصاد بصورة متوازنة ولذلك نسميها استهلاك مظهري هو استهلاك ليس للضرورة ليس لإشباع حاجات أساسية مباشرة لأسرتي والفقراء في حي وهكذا وظيفتها هي إظهار إعلامي أو استعراضي أو ما هو أبعد من حدود الضرورة التي نعرفها هذه واحدة بدليل أن المجتمعات التي ما زالت مرتبطة مع الريف كالمجتمع الأردني والصحراوي بالذات تشعر أن كل كبير جيد استكبرها لونها عجلة طيب ما هي الثمرة إذا كانت مش ناضجة بتسوي عندك مرض ومشاكل واتفاقم خذها صغيرة عقد إمكاناتك مستوية أكثر صحية وهكذا شوف نمط الاستهلاك كمان في المظهرية أنا إمكاناتي لا تسمح لي أنا أقتني مثلا سلعة ضرورية سيارة الآن لم تعد طرفا لكن أيضا حتى لما تشاهد المجتمع الأردني مجموعة السيارات الموجودة فيه هي أكبر من إمكانات الناس في بلد يعاني من النفط إذن أصبحت السلعة والمظهر الخارجي لهذا السلوك يشبع الفضول عند الشخص الذي يقتني فردا أو جماعة بدليل أن معظم ولائمنا في رمضان الكريم التي يفترض أن تكون مقننة وبدقة متناهية نسبة كبيرة من الطعام الذي يضغى يذهب إلى المخلفات للأسف والاستهلاك إذا أردنا كل مننا من زاويته أن يقدم تضحية ويعدل من سلوكه من شأنه أن يخلق أنموذجا في منطقته نحن نحتاج إلى أشخاص يمثلون أنموذجا متوازنا واعيا اثنين أن يتقبل الآخر مثل هذا التغيير يعني في مثل عام يقول يا ضيف ما كنت معزب إذن القضية تبادلية في التفاعل والمصلحة المشتركة الكلية دكتور هنا السيد عضايل تحدث بنقطة مهمة جدا حين فرض القانون وعقوبة بكورونا التزمنا مثل هذا الموضوع في العادات الاجتماعية من الصعب يعني بطبيعة الحال هذا يعني بأنه في قابلية عند الإنسان إذا ما كان هناك روافع ربما اجتماعية قيمية ثقافية ممكن ثمت خطأ شاع ولابد من التذكير إليه الضبط الاجتماعي أو السلوك المتوازن يقوم على بعدين البعد الداخلي المرتبط في الإيمان والأخلاق والعلاقة الجيدة مع الناس هذا بعد ضميري غير ظاهر بشكل جذر السلوك والضبط الخارجي المتمثل في القانون أينما وجدنا أن هناك تشديدا في القانون علينا أن نشير أن هناك ضعفا في القيم الداخلية والأخلاقية داخل الأفراد نعم نحن نلجأ إلى تغليض العقوبات لأننا عاجزون عن إدانة عجز المؤسسات التي عشنا في كنفها دائما متى نحتاج للقانون عندما تكون أبعد من حدود التنشئة السليمة أبعد من حضور الضمير والإيمان التاجر الذي يستغل رمضان لرفع الأسعار أليس مسلما بين المزدوجين أين ضميره الداخلي الشخص الذي يخالف نظام السير رغم وجود الإشارة الضوئية هل كان ضميره أو اهتمامه أو إحساسه الجمعي في الأمن المجتمعي حاضرا هل نحن بحاجة أن نضع رجل مرور على كل زاوية نحن نتحدث عن ثنائية متوازنة ما تربينا عليه من مؤسسات التنشئة والأسرة والآخره الضمير الدين الأخلاق والروابط الاجتماعية لماذا نجد أن هناك اختلاف في العادات والتقاليد بين منطقة وأخرى لأن المشتركات الاجتماعية التي تشربناها أثناء تنشئاتنا وأثناء مرورنا تختلف من منطقة على منطقة لكن التشديد دائما على أن الردع خارجي هي معالم غير صحية في أي مجتمع حتى الجريمة عندما ترتفع نجد أن الناس يطالبون بزيادة العقوبة والتجريمة نحن مع العقوبة المتوازنة لأن الفعل الجرمي يجب أن يكافئ عقوبة شكرا إذن الجانب الخارجي ليس دائما هو الحل يجب أن يتكامل مع ما بدواكننا دكتور مروان أيضا بما تحدث به الدكتور سطام من قليل حينما تحدث عن الموروث الاجتماعي هنا دور الدين دور المسجد دور الأئمة دور الوعاب في تغيير الموروث الاجتماعي السلبي إنجاز التعبير وتعظيم الجوانب الإيجابية ديننا غير كثيرا من السلوكيات غير كثيرا من السلوكيات في المجتمع الجاهلي المجتمع الجاهلي كان في وعد البنات حاربه الإسلام بس متى حاربه بعد أن تغيرت النفوس لذلك واجب علينا أن نغير في فكر الناس من خلال الخطاب في الذي يتعلق بحياة الناس الاجتماعية وكيف يعيشون حياة الاجتماعية الآن قضية الزواج مثلا مثلا أنا أرد أن أوجه للمجتمع وأوجه للمصلين ذكورا وإناثا بأن أيها الناس أن الزواج هو حياة بين زوجين رجل ومرأة لتكوين أسرة مبنية على المحبة والرحمة والتراحم وليس الزواج مهر ولا صالون ولا صالات الزواج هو تآلف بين الزوجين لقضاء حاجاتهم الغرائزية وغرائزة من البنوة والجنس والغير أنا لما أربي على هذا ويستصبح الفكر عنده مش مظهر أنه صالون وصالة وطعام وغداء وهذه شكليات خارجة عن حقيقة الزواج هذا بحاجة إلى توعية وإلى فكر أنا عندما أربي الجيل من خلال المنبر من خلال الكنيسة من خلال الإعلام أيضا الإعلاميون يخرجون ويقولون يا جماعة صلة الأرحام ليست هدية الصلة أنت تواصل إن كان معه هدية فيا مرحبا محوش يا مرحبا هكذا عندما يتغير الفكر عند الناس حينها نستطيع أن نخفف الأعباء الاجتماعية لكن هذه العادات عندما لا يتحدث فيها إعلاميا بقوة ولا يتحدث فيها على المنابر لأسف أنا كنت خطيب جمع الفترات حتى الواحد ينمو الوعي عنده يبدأ يغير في خطابه كنا نقول صلة الرحم ونربطها على طول بالهدية بدون هدية لا يا أخي صلة الرحم ليس لها علاقة بالهدية أنا كإمام بدي أغير فكري حتى أغير فكر الموجود حتى يصبح الأخت والأخ عندما يزوره أخوه من غير هدية يا مرحبا به لأن هذه إمكانياته أحنا مطلوب مننا شرعا أن نغير العادات السلبية ولذلك مجتمعنا ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر فمن المعروف تغيير العادات السلبية التي أثقلت كاهل الفرد المسلم أو البشر المسلم حتى الغير مسلم أرهق كاهله بسبب علاقات اجتماعية هو غير مقتنع فيها سنستمع أكثر بعد الفاصل فاصل قصير ونعود إليكم إذن أهلا بكم من جديد لازلنا نتحدث عن الحقوق والواجبات والكلف في العلاقات الاجتماعية في الحياة العامة بالعموم وفي شهر رمضان سنفرد مساحة عن الحقوق والواجبات في شهر رمضان المبارك الآن سنذهب في جولة أخرى من الأسئلة مع ضيوفنا بسم الله الرحمن الرحيم صحيب الديرات طالب في جامعة موتة أهلا أستاذ صحيب بخصوص بخصوص موضوع الحق طرحت حضرتك سؤال اللي هو كيف يمكن تغيير مثل هكذا عادات سلبية في المجتمع وأنا أقصد بالعادات السلبية بالتحديد العادات التي لا يمكن ردعها بالقانون مثل هيك عادات يمكن ردعها بطريقتين أو تغييرها بطريقتين الطريقة الأولى المنصات التي أو المؤسسات التي تصنع ثقافة وواعي المجتمع مثل الجامعات والمدارس ودور العبادة والبيوت تربية الأسرة من ناحية أخرى أحيانا المؤسسات الإعلامية غير كافية لابد لبعض الأفراد أن يمسكوا زمام التغيير وأن يتجرؤوا على مواجهة مثل هكذا مثل هكذا عادات سلبية حتى يكونوا أنموذج أو قدوة لغيرهم من أفراد المجتمع أنا أذكر أحد أقاربنا الله يرحمه بخصوص موضوع مثلا تغيير موضوع تكاليف الزواج وغلاء المهور وهكذا أمور كانت منتشرة عندنا في المنطقة لكن يوم تزوجت إحدى بناته قرر أنه يغير هذا العادي ويغير هذا التصرف والسلوك الخاطئ فقرر أنه يخفف من تكاليف الزواج والله المجتمع تفاجأ في بداية الأمر لكن بعد ذلك أصبح أنموذج لغيره وأصبح قدوة وبدأ غيره ويتجه بهذا الاتجاه شكرا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أزدين المعايط أحد موظفي جامعة مؤتاء أهلا وسهلا بالجميع برأيي أنه في ثلاث أسباب يعني هو أولا ابتعادنا عن الدين في هذه العدات الثنين التقليد الأعمى وثلاثة يعني خلينا نقول عدم الجرأة أو قلد فلان أو أقوم مثلا في عزاء أو مناسبة أني ما أسوي غدا أو ما أسوي في هذه المناسبة من خباب أنه عيب بتعاير قرايبي ما قدرت أسوي زي جيراني ابن عمي هاي بتسبب العبء المالي الزائد وأنا يعني ليش أقلد مثلا الدكتور حسين ما شاء الله عنده إمكانيات أنا ما عندي إمكانيات أسوي زيه طب شو جابرني أنا أقلده نعم فهي أسباب بتخليك أنت تقع في هاي المساوة خلي قول أو العباء الدين أو شكرا 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 الله ينطلع بداية يعني العادات الموجودة لدينا كلها أسباب مننا إحنا ما في حدا ما ينعلى في بيته بنتي تتزوج لازم بنتي أوديها عصالة يعني أول بدي بس يجي العريس يطلب بنتي مثلا أول بسأل شو مكانياته ما بسأل عنه شو أخلاقه شو دينه شو تصرفاته بسأل شو مكانياته بدي صالة كذا بدي صالة كذا وحصلت كثير يعني فسخا خطبة مشال أنه ما روح عصالة كذا أو مجابي اللي ذهب كذا طب هال إمكانيات شب كويس ما شاء الله عليه إحنا متمنى أنه الدكتور حسين طبعا إحنا بنشكر الدكتور 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 حسين ناشط اجتماعي ومعروف عمستو الكرك وعمستو الوطن متمنى أنه يتمنى هيك مبادرات الأستاذ والدكتور سطام شجور طبعا أسادي ذاتنا هذول غنية عن التعريف ما شاء الله عليهم يعني إنهم حضور في المجتمع وكلمتهم مسموعة متمنى أنه يصير تكثير على هذه المحاضرات الطيبة القيمة التي صحيح للمجتمع يشكي منها ويصبح يعاني منها المجتمع عصد كله يعني كل مشاكل والله تنحل في شغلة بسيطة في عادات للسلبية والله يعطيكم العافية أهلا وسهلا في الجميع أنا بداية بس بدي أشكر شيخنا الجليل على أسلوب الجميل في إيصال معلومة بعيدا عن الصورة النمطية للشيوخ الدين على المنابر وكل عام الجميع بألف خير أنت دعوتنا إلى حالة من التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك إذا كنا نمر في أزمة اقتصادية بحثة يعاني منها الأردن فكيف يستطيع المواطن ألا ينسلخ عن واقعه الاجتماعي وأن يقدم لربما حالة المواطن الذي يعيش بجانب سوداوي مقيت ونحن نعلم بأننا بأن جيوب الفقر وربما الطبقة للكادحة هي الأكثر ألما في شهر رمضان وغير شهر رمضان فكيف كيف تكون الحالة الاجتماعية في هذا الواقع وشكرا شكرا دكتور حسين بدي أبدأ معك تم الحديث في مداخلتين عن الجرأة في التغيير يعني الجرأة هذه كيف نصنعها كيف نخلقها ثانيا نحن نتحدث عن مظاهر اجتماعية لكن ألا نخشى من أنه التقليل من مثل هذه المظاهر أن تنعكس سلبا على طبيعة العلاقات الاجتماعية في المجتمع القائم على الترابط والمحبة والمودة وغيرها وهذا السؤال أيضا نريد من الدكتور مروان أيضا أن يجيب عليه لأنه هنا سألت عروبة كيف يستطيع الإنسان أن ينسلخ عن واقعه يعني أود التذكير أن كل فعل الريادي مميز غالبا ما يواجه بالتحديات والإدانة وقد يستهجن لا بل أحيانا يبالغ في تفسيره لكن الذي يمتلك جرأة الوعي واختطاط نهج جديد يعمل على تقويم سلوك الناس وإصلاح ظروفهم وإعفاءهم لأنه ليسوا الناس جميعا بنفس الدرجة من الجرأة وبالتالي للمرة الأولى تبدو الأمور صعبة وتحتاج إلى قائد وهذا قائد يؤثر في دائرة الأولى ومن ثم تنتقل المرة الأخرى نجد أنها أكثر قبولا شأنها شأن أي شيء غريب حتى الأنبياء رضوان الله عليهم عندما قدموا وجهوا بعصيان اجتماعي ورفضوا ونعتوا بكثير من الأشياء ولو امتثلوا لمثل هذه الإحباطات وهذه الأراء الغير متوازن لما استمروا إذن نحن نحتاج إلى الريادة ومن أقدر على ابتكار الريادة غير الثقافة الواعية المتوازنة الأشخاص الذين تم تنشئتهم وتربيتهم ودعمهم وتعزيز شخصياتهم أن يكونوا قادة القائد كائن زين زيهم لكن مهاراته وقدرته وجرعته في إبداء الرأي السديد الذي يعني ينشد منه أن يخفف على الناس أنا أعتقد أن له فضل في عمله مميز هذه واحدة اثنين العضوية في المجتمع دائما مربوطة على أن الكل يحاصر الأقل أي أن الفرد أحيانا دائما يمتثل للآخرين كل عكيفك كل بس عكيف الناس طيب ماذا لو كان أجلكم الله حذائي ضيقا من سيتأثر فيه المجتمع أم أنا إذن نحن نريد أن نكون ضمن هذا المجتمع المحلي والوطني لكننا أيضا جزء من مجتمع عالمي بعيدة التسعينيات أخذت العالم في التأثير على كل مجتمعات الأرض في ظل تدفق النمط لاستهلاك لاستعراض وسائل التكنولوجيا ومحاكاة النماذج التي نراها والأفلام التي يمكن أن تضل للمشاهد كل هذه القضايا أثرت علينا نحن نتواصل الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي مهمة جدا إضافة لمؤسسات التنشئة فالأبناء والبنات أصبح يتم تنشئتهم والتأثير عليها بأي اتجاه من خلال وسائل التكنولوجيا يعني لو وجدنا حتى نحن ونحن جلاس في البيوت أجساد متقاربة لكن كل منا له أصدقاء الذين يختارهم عبر الفضاء والنماذج التي يتابعها وهكذا إذن التقاني والعولمة كفكرة استهلاكية وزيادة مظهرية واستغلالية أثرت على سلوك الناس حتى شرعية الوسيلة في كسب المال تغيرت كنا نتحدث عن الحلال والحرام وعن شرعية الوسيلة الآن لا دعه يعمل دعه يمر ولا تسأل عن الألية التي حقق فيها أمواله فأصبحنا نجد أشخاص محدثين نعمة طارئي ثراء بسبل غير شرعية الاعتداء على المال العام ماذا يمكن أن نفسره دكتور حسين وحياتك أنا أسف أني بقعتعك بس طالما تحدثت عن الوضع الاقتصادي في شهر رمضان في هذا الشهر الفضيل نحن نرى ولادة مهن جديدة رغم الانفاق أحيانا الغير مبرر لكن نرى مهن جديد طولة بشهر رمضان تحديدا من يبيع العصائر من يبيع المخللات من يبيع القطائف الحلويات وإلى آخره وبنفس الوقت في عندنا مشكلة بطالة وبنفس الوقت أيضا في عندنا أعباء اقتصادية كيف يمكن لنا أن نفض هذا الاشتباك بين هذا وذاك كيف ممكن تجربة رمضان بما فيها من إسراف وإنفاق وبنفس الوقت ولادة مهن جديدة رمضانية يمكن لنا أن نعممها وقد تقلل من نسب الفقر أنا متخصص في قيام العمل جميل هذه الأعمال موسمية في كل موسم من مواسم العام تظهر أعمال بطرق مختلفة في عرض البضائع والخدمات فهي بالنسبة لنا كمحللين يعنينا السلعة القطائف كانت مقتصرة على رمضان على سبيل المثال الآن نستطيع نذهب إلى أي مكان ونجلبها لم تعد تلك الميزة التي نقول لكن أقول أيضا أن هذه الأعمال بمجملها سواء خلينا أسميها مجازا التقليدية أو اللي تفضلت فيها حديثة تعنى في نمط الاستهلاك وتعنى في موسمية الشهر ثم تقتران خاطئ في أذهاننا كمسلمين سواء في الوطن العربي أو خارجه أو في العالم أن هناك علاقة بين استهلاك الطعام ورمضان وبالتالي نجد أن هناك إسرافا مبالغا فيه في كثير من الأشياء علم النفس يقول لا تذهب للتسوق وأنت جاهع نحن نتسوق كثيرا في رمضان القيم المراد والمبتغى منها جراء الجوع والإحساس بالآخرين هي القيم النبي لترويض النفس لترويض الشهوات للارتقاء بالحواس لتلدد بنعم الله الكثير بإحساسك العميق بإنسانيتك ليس فقط باتجاه أخيك البسلم أو أختك البسلم رغم أهمية ذلك أنت جزء من منظومة إنسانية التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا ألغت المسافات بين الناس وجعلت تفاعلها لحظي أي حدث يمثل إذاني للعدوان مثلا للاستهلاك للفقراء والتكافل معهم هو موقف نبيل يمكن أن أقف مع أي إنسان على هذه البسيطة فما بالك عندما يكون الإنسان قريبا مني هنا أو هناك والأقرباء أولى أيضا بأولويتنا والمنطقة الجغرافية التي أعيش بها أولى بأن أسعى إلى تنميتها وتمكين الناس فيها لأن النظام الصدق الذي نحب ونحترم يحتاج إلى تعديل في مفهومه الناس عندما يتصدقوا هذه الأيام ينتابهم ضمنا شك أن هذا الشخص هو فعلا يستحق المساعدة أم أنه يظهر عكس ما يبطن نحن نقول أننا بحاجة إلى الارتقاء بحسنا مع الآخرين أين كانوا ولا أناقش نوايا لأن الثواب من الله عز وجل ويضاعف لمن يشاء شكرا دكتور مروان أيضا موضوع الجرأة نحتاج إلى جرأة لكن قبل أن نجيب على موضوع الجرأة طالما أننا بشهر رمضان المبارك وهو السؤال الذي وجهته أيضا للدكتور حسين ألا نخشى من أن إذا ما تم ضبط هذه العادات أن تقلل من الترابط الاجتماعي بالمجتمع أعود وأقول وأجيب بأن تغيير الفكر يبطل كل هذه التخوفات أن هذا التخوف بسبب أن الفكرة الذي عندنا أنه جئت لهدية أنت صاحبي وأنت أخوي وأنا كنا نقع في المجتمع يعني أخت قاطعت أخاها ليش ما أجاش عيدها أعطاها يعني في العيد مبلغ معين من المال وما معه ظروفه كانت صعبة ونعرفه يا بنت حلالة صعبة قال إيه غني وبحب الهدية هكذا العرف هذا بحاجة لماذا تغيير فكر تغيير فكر وتغيير العادات يحتاج إلى النخب الاجتماعية أن تبدأ بهذا التغيير يعني أنا في العزاء مثلا تقديم الطعام ما أريد أني الفقير يقول أني قدمش غدا أنا أريد أني الغني ما يقدمش غدا حتى المجتمع يقول ها الله إيش يقول هو أنا يجمع بإمكاني أقدم بدل الغدا عشرة بس أنا حتى أرحم المجتمع من هذه العادة أنا ما أريد أن أعمل غدا الآن النخب الاجتماعي هؤلاء المتعلمون أصحاب التأثير في المجتمع إذا تركوا هذه العادات تأثر بهم الناس أما إحنا نريد يا أصحاب النخب بدي أظهر بدي أكبر بدي أنا أشوف حالي عليك بغناي و بدي أقدم أنت فقير ما كيش تعملش ما أنا طبيعتنا أنا ما أحب حد أشوف حاله عليك بدي أقلد الكبير و بدي أصير أشبهه لذلك القضية تبدأ من أهل النخب بتغيير سلوكياتهم تغيير فكر المجتمع من خلال منابر التغيير سواء كانت الماكل الدينية أو الإعلام بشكل عام فهنا يبدأ قضية أن الإنسان مع الزمن تبدأ العلاقات متواصلة من غير كلف يعني أنا أحكي لك قصة أنا ومجموعة من زملاء لنا والله كنا نتبادل الزيارات فيوم أحدنا عنه دعنا عنده على العشاء وقدم طعام مش ذبايح فقال والله أنا يجي مع بإمكاني واجبك أكبر من هيك بإمكاني بس حتى ما تنقطع العلاقة بيننا ما حبي تكلف حالي حتى ما تكلفوش حالك وأنتوا في المستقبل هكذا تبدأ العلاقات تستمر بخافي قولوا عنه بخيل لا مهاء أنت الآن لا هو هذا الخوف هذا الخوف هو الذي يجعل العادات السيئة نسميها سيئة تستمر أنا صاحب النخبة أنا حتى لو تكلموا عني بخيل ما أنا بخيل معروف طرح يا إخوان ما أنا عايش بالمجتمع إذني بخيل مبين وإذني كريم مبين ما أنا من خلال استقبالي من خلال زياراتكم خلال شئ لكن أنا في هذه المناسبة أنا ما قدمت ليس بخلا لأن أصلا من قبل أسبوع ما أنا مغديك مثلا أنا مش بخل بس أنا حتى أغير سلوك وهذا بحاجة إلى قوة وصبر نعم وكما تحدث الأستاذ حسين أن هناك الأنبياء عندما جاءوا في تغيير السلوكيات ووجهوا واتهموا بالجنون وبالسحر وضربوا فتغيير السلوكيات السلبية بحاجة إلى النخب الاجتماعية هي التي تبدأ ويتحمل ما يأتيهم من كلام ومن اتهمات غير صحيحة حتى يصبح هو قدوة وأسوى للمجتمع ويتبعه دكتور مروان هنا طالما نحن بالشهر الفضيل يعني لرمضان خصوصيته هذه حقيقة لكن كيف يمكن لنا أن نخفف من الأعباء المالية في شهر رمضان المبارك دون أن نفقد أو نفقد هذا الشهر هويته أو خصوصيته هل يمكن ذلك شوف أسيدي أحنا جعلنا هوية خاصة في رمضان تتعلق بالطعام والدعوات والدعوات أنه تدعي فلان وتدعي كذا الرسول عليه وسلم يقول من فطر صائما كان له كأجل الصائم من غير أن يقص من أجله شيء طيب قالوا يا رسول الله ليس كلنا من يجد من يفطر صائما قال ولو على شربة ماء أو حبة تامر هكذا تكون أنت عيش مجتمعك وعيش الاجتماعية أنت بتكتعزم خواتك أعزمهم لكن لا تعمل طعام زائد عن حاجتك كلوا واشربوا ولا تسرفوا حتى في الأكل لا تسرف حتى في الزكاة قال وآت حقه يوم حصاده أي في الزكاة المزروعات ولا تسرفوا حتى في الصدقة لا تسرف أنت لا تقطع حالك بدك تعزم خواتك أعزمهم بس لا تكلف حالك بطعام زائد يذهب أكثره إلى المخلفات لا طب إذا كان شخص عنده أربع أخوات والزواج هم من الأربع بحكوش مع بعض تعرف هنا هنا في واجب قبل ذلك هو أن يعمل في رمضان على أن يصلح بينهم قبل أن يدعوهم للطعام والشراب ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة إصلاح ذات البين فهنا لو قام بإصلاح ذات البين وأصلاحهم دون أن يدعو أقول أجره أعظم من قضية الدعوة على الطعام وخاصة أننا سرنا ندعو ليس خالصا عملنا لله سبحانه وتعالى وإنما حتى نخلص من إلسانها زي ما قولوهم أقول لك والله غير تفضحنا بكرة لذلك نقول إصلح بينهم وبعدين تدعوهم دعوة واحدة لك أجر مضاعف هذا أصل العمل لكن حقا الآن هو أصبح ضمن هذه المنظومة أن الصيام عندنا معناته في دعوة أصبحت هذه مرهقة لنا وهذا فكر لم يكن في ديننا يعني ديننا ما هو دعوة أنه رمضان معناته إعزم كل قرائبك وخواتك لا ليس من ديننا هذا حرفيته لكن قضية تفطير الصائم إن شاء الله يكون من ألمانيا إن شاء الله يكون من فقير محتاجة شكرا لن تطعمه مش المقصود أنه أختك لازم وهي غنية أغنى منك ودك تعطيها ودك تجيبها إخي ما عايشي والله أنا بجيكي واصلكي بس والله إمكانياتي صعبة أنا بإمكاني أدعوك على دجاج مثلا مقدس يجيب لحمة أدعوها على دجاج وهذا سبب الخوف اللي أحنا قاعدين نقول نطلع ويا فضيحة الفضيحة مع أنه الأصل أختي أنا إذا ما شعرت معي الأخت إذا ما شعرت مع أخيها في ظروفه من سيشعر معنا نعم من؟ نعم شكرا أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتاء الدكتور حسين المحادين شكرا جزيلا لك أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة في جامعة مؤتاء الدكتور مروان أريحنا شكرا جزيلا لك وأنتم ضيوف برنامج جلسة علنية لكم جزيلا الشكر أما أنتم مشاهدين الكرام نلتقي في الأسبوع القادم إلى اللقاء